أشهدت الإدارة تنفيذية بشركة ألمنيوم البحرين برؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الاستثمار في قطاع الشباب البحريني الوعد من خلال برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية الذي مثل رؤية مهمة نحو تأكيد دور هذه الكوادر الشبابية العاملة في القطاع العام في المشاركة الفاعلة في فرص التطوير في هذا القطاع بالعمل على سقل إبداعاتهم وتنمية الجوانب القيادية لديهم جاء ذلك لدى زيارة منتسب برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية لشركة ألبا وخلال الزيارة اطلع منتسب البرنامج على مكانة شركة ألبا كواحدة من أكبر شركات إنتاج الألمنيوم العالمية واسهمتها القيمة تجاه الاقتصاد الوطني والدور الحيوي الذي تتبوأه الشركة في صناعة الألمنيوم على المستوى الدولي واسهمتها في دعم الاقتصاد الوطني إذ كان لشركة ألبا على مدى أربعة عقود دور في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص وظيفية أمام البحرينيين التي تعتمد عليها الشركة في مختلف عملياتها كما قدم السيد علي البقالي نائب رئيس التنفيذي للشركة وعدد من المسؤولين فيها شرحا حول برامج التطوير في الشركة والتي في مقدمتها مشروع توسعة الخط السادس إلى جانب برنامج التطوير والتدريب للكوادر العاملة فيها وما تليه الشركة من اهتمام بالغا للمشاركة مشاركة الطلبة والشباب الطموح بمعرفتها وخبرتها طوال السنوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر